الفوز مبارح بكأس مصر كرة اليد الحقيقة الفوز يعني أسعدنا كلنا خاصة النية الثنائية المحلة السنة دي للسنة الرابعة وللمرة الرابعة في تاريخ النادي الأهلي ياخد الكأس والدوري في سنة واحدة البطولتين المحلتين دي المرة الرابعة في تاريخ النادي الأهلي إذن هي سنة مميزة لفريق كرة اليد كأس رقم 10 النادي الأهلي مش بس كده والدوري رقم 24 للنادي الأهلي كل دي أرقام الحقيقة يعني تاريخ بناء يعني نجوم النادي الاهلي ولكن الجميل في مباراة امبارح هي الاداء امبارح فينال بيخلص فرق عشر اهداف ما بين الاهلي وسبورتينج الحقيقة ده بيبين قدي الفريق في حالة فنية جيدة مش جيدة بس لا في حالة فنية رائعة في وجود بعض الغيابات المؤثرة الحقيقة كانت يعني ممكن تأثر معنا بشكل كبير ولولا روح طبعا دي صور التتويج امبارح في بطولة كأس مصر اللي اسعدتنا كلنا اسعدنا الفوز واسعدنا الاداء خلينا اتكلم من الاول عن بطولة الدوري او عن الفريق ده منذ بداية الموسم هذا الفريق تعرض لاخفاقات كثيرة ولكن احنا كنا في برنامج الابطال والستوديو الابطال والله يعني ما كانش عندنا شك لحظة ان الفريق ده هيوصل لنتائج مبهرة ليه؟ ليه كان ثقاتنا دي؟ ثقاتنا دي لان لكل مجتهاد النصيب الاجتهاد بدأ من مجلس ادارة النادي الاهلي مجلس الادارة اللي دعم هذا الفريق من خلال ادارة النشاط الرياضي الكابتل الكبير خادر عوضي دعم هذا الفريق بكل ما يمكن ان يدعم به يعني ايه؟ يعني كل شيء طلبوا الفريق من المعسكات الخارجية لصفقات لجهاز فني جديد حتى مدرب حراس مرمى يعني خبير جديد كل ده مجلس ادارة وفره في اسوأ الظروف ان احنا كنا الفرق الحقيقة بتعرض لاخفاقات وكان عندنا يعني ثقة في المكسب مش بس كمان جهد مجلس الادارة ودعمه ولكن جهد اللاعبين ايضا والجهاز الفني والنشاط الرياضي الحقيقة اللاعبة كانت ما عندهاش هدف غير اسعاد جماهيرها وده تقالفك اكتر من لقاء حتى لما كنا بنكلم اللاعبين عشان ينورونا او يشرفونا في ستودو الابطال او برنامج الابطال كانوا بيعتزروا والسبب هو ان احنا انفرح الجماهير الاول والله ازا ما بقول لكم كده فانا ما كانش للحظة الاولى من بداية هذا الفريق وتكوينه انا ما كانش عندي حتى من السنة اللي فاتت والله مش بس من السنة دي من السنة اللي فاتت وانا كان انا وفريق عملي كله فريق عملي البرنامج كله اللي انا بتشرف ان انا يكون معهم كلنا وحتى كل المهتمين الحقيقة كلنا عندنا ثقة كبيرة للفريق ده ربنا هيكرمه مش بس زي ما بقول لحضراتكم عشان ثقة في النادي الأهلي ككيان ولكن ثقة في المجهود لكل مجتد النصيب فرقة دي تعبت جدا فرقة دي تعرضت الإخفاقات في السواني الأخيرة في مباراك كثيرة كتها بتكون فيها الأفضل وده في حد ذاته يهد معنويات أي فريق ومع ذلك كنا نلاقي الفرقة بلعبته بيقفوا تاني وتالت ورابع ويحاولوا تاني ويحاولوا تالت ورابع لازم في الآخر ربنا يكرمك ولازم ربنا يا صفت على يديك مكسب مكسب جميل والشكل رائع